سيارة مشبوهة تثير حالة استنفار بالدار البيضاء أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أن مصالحها طبقت صباح اليوم بروتوكول أمن للتعاطي مع المواد المشبوهة وذلك بعد رصدها لسيارة مهملة تخلى أنها صاحبها بزنقة جابر بن حيان في ظروف مشكوك فيها وقد تم إخداء السيارة لفحص دقيق بواسطة الكلاب المدربة للشرطة وباستخدام معدات الكشف عن المتفجرات فتبين أنها لا تحمل أي تمواد مشبوهة ولا تشكل أي خطر على سلامة الأشخاص والممتلكات وقد مكنت إجراءات البحث والتحري من تشخيص هوية صاحب السيارة الذي كان قد تخلى أنها وغادر المكان كما تم تحديد مكانه وضبطه بمنزل عائلته حيث كشفت المعطيات الأولية للبحث وأفادت أفراد أسرته أنه يتابع علاج بسبب موارد عقل ترجمة نانسي قنقر